غارات اسرائيلية جديدة تستهدف مطار حلب الدولي شمالية سوريا في مشهد بات يتكرر مرارا في الاراضي السورية انطلاقا من الحدود اللبنانية وحتى الحدود مع العراق في اطار ما تقول اسرائيل انه استهداف للمواقع والمصالح التابعة لايران وكالة سانا التابعة للحكومة السورية فادت نقلا عن مصدر عسكري بمقتل عنصر من قوات الحكومة السورية واصابة سبعة اخرين بينهم مدنيان جراء غارات نفذت الطائرات الاسرائيلية على مطار حلب الدولي ادت ايضا لاضرار المادية كبيرة وخروج المطار عن الخدمة من جانبه اكد المرصد السوري لحقوق الانسان ان طائرات اسرائيلية نفذت غارات على مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري في محافظة حلب ما ادى لوقوع اضرار المادية كبيرة في المطارين وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة في حين سقطت صواريخ إسرائيلية في معامل الدفاع بمنطقة أسفيرا بريف حلب الجنوبي الشرقي أسفرت عن وقوع أضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية وهذا الهجوم هو الرابع الذي تنفذه إسرائيل على مطار حلب الدولي خلال سبعة أشهر حيث نفذت في الثاني والعشرين من آذار مارس الماضي قصفا على المطار قالت حينها مصادر عسكرية إسرائيلية إنه استهدف شحنة أسلحة إيرانية تم إنزالها في المطار وكانت إسرائيل قد نفذت في التاسع والعشرين من نيسان الماضي هجوما على مطار الضبع العسكري بريف حمص استهدف مستودع ذخير لجماعة حزب الله اللبناني ما أسفر عن تدميره بالكامل ووفقا لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية ستة عشرة مرة خلال العام الحالي منها إحدى عشرة غارة جوية أسفرت جميعها عن تدمير وإصابة 33 موقعا عسكريا وتسببت بمقتل 39 عسكريا وإصابة 28 آخرين